بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة وذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير وفي برقياته أكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بيوم الخمس والعشرين من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن كما بعث جبالي برقية تهنئة إلى الواء محمود توفيق وزير الداخلية أشهد فيها بأبطال الشرطة الذين تتجلى في أدائهم ومهمهم معاني الوطنية والتضحية